السلام عليكم كيف تمال لبس اليكم صحة لباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومحبا بكم معي في فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم القناة للجاج يجبون مراوعة يجبون مزولين بزب بزب اتمنى اجبكم طريقة وتجبكم الوصفة لها اليوم ودبا باش منطول شليكم نخليكم مع المقادر وطريقة تحضير لها القناة نصف البنات بنسبة المقادر اللي غنحتاجه اخذت هنا نجاجة صغيرة اغسلتها مزيان بالملح والليمون وخليتها تقطار عندي هنا يوحد لصدية البصلات متوسطين ماشي كبارين من قطعين هيدا مربعات بنسبة العطرية اللي غنحتاجه عندي هنا لليبزار سكين جبير الخرقم البلدي شوية الكامون العطرية ديال الدجاج والملحة اذا كانت اغسلته مزيان بالملحة وعندي القطبر ومعقنوس وزيت اه اللي غنطيب بها انا هالزيت دائما كأقولها لكم زيت ديال الزيتون وليكن ديال الطياب وفيهاش واحد الريحة واحد يعني مش مجهدة بزبزب خاصة ديال بالطبخ وصلت للبنات دبعا اختيت هنا يا تنجرة اللي غنطيب فيها عمدت فيها الزيت غننزل فيها الجاج انا عملت هنا الكيميا يعني صغيرة غي واحد جاجة صغيرة تقدروا تعملوا فخوضة ولا تسدورة مهم اللي بغيتو والكيميا اللي تما بغيتوها طبيعة حل زيتوا الجاج غنطيبوا العطرية غنطيبوا البصلة غنطيبوا في المقادر وصوف البنز غادي نضيف قاع العطرية اللي تكرت معاكم فوق الجاج السكنجبير اللي بزار مهم العطرية اللي تكرت معاكم في المقادر كاملة الآن نضيف شوية زياد الكامون البلس غي ديفوفها تلقط مع الجاج ما كيديروش الكامون في الجاج و لكن غيروا البنات قليلاً و لا اتكرتش معكم في المقادر هذا البنات كان ماشي ينقل فيه بزاف تنحرق العطرية و غيره نقل فيه بزويته و صفي و نضيف ساع البصلة لتنحرق العطرية و لا تنحرق شي و لا تنحرق بين ساع لتنحرق العطرية و لا تنحرق الماداق في الماكلة و صفي البنات ساعدي بزاف تنحرق البصلة و بالنسبة لها الدجاج لتنحرق البصلة نقطة للماء من الماء حيث يطلق الماء الكافي و سوف نحيده و سينتشع فيه و اتحرق الماء الكافي دفت القسبر و عكنوس تقومون القسبر و عكنوس سوف نغطي عليه ونجعل الدجاج طيب سوف نغطي عليه ونجعل الدجاج طيب سوف نقوم بإطافة الججد لأخير من المحطة سوف نقوم بهم كبيرة ثلاثا وزيت واحد شوية ديال القرفة وصفي مني كما كتشوفو ما بقدش مريقة بالزبدة بغن نضيف البيت نضيف البيتة ببيتة وانا نضيف البيتة ببيتة وانا نحرك مزيان مزيان باش مبيتة لي ما يتكورش لي ويجيني في حتى ورطيئة نضيف البيتة ببيتة ونحرك حتى نحصل على واحد العقدة ديال البصلة لناشفة من الماء وفي هاته نقطة ديال المطابعة الحال والبيتة ما كيبقاش بعين نوصف البنات كنسة مارك القنضي في بيتة ببيتات سننسلي اربعة ببيتات اللي عندي كاملين شكل الشخص نبخي وليعera نفخي نضيف البيتة ونضيف البيتة ونضيف البيتة خلافة ونفخه الموضع سوف نضيف البيتة لنضيف البيتة نحاول نحركها جيدا لكي لا يبقى واحد جهة بصلة واحد جهة الجيش سوف نقوم بتبرد وصف البنات بعد ما عملتوا في هذه الشبيكة هي وخملتها من 2 نقطة المات الجيش جيدا نقوم بتبرد لكي لا يقطع لها الورقة ضروري لكي نقوم بتصغير سيجار أو البريوات لكي نقوم بتبرد لكي نقوم بتبرد وصفي انا اخذت هنا هذه الورقة المربعة موجودة بزاف هنا بالنسبة للبنات في اسبانيا موجودة عند العراب وعند تينوس صراحة مزيونة ويجيوا بها القنانات والبريوات وصفي انا اخذ هنا واحد كيمية لكي نطوي على هاتشكل وكي نلوي القنانات على هاتشكل لبغيت اجيكم فيهم تطويهم بشكل اخر انا كيعجبوني بها الطريقة شين هل نشارك معكم طرق اخرين ان شاء الله وصف البنات غنستمع لها الطريقة تنسى اللي قنان تطلي عندي كاملين اشتركوا في القناة اتمار لها الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو الكيمية التي خرجت لها الكيمية كاملة كما ترى كبارة تكون غير محددة وصخنة الزيت في القنانط أهم شيء لأننا نقوم برواة أو القنانط ونحرقها لكي يتوحد اللون سوف تحييتهم من سفق الكاغة الكوزينة لكي يتحييت منهم الزيت زائد وقدمتهم البنات في القبلات الخشب كما تعرفون العنكة تكون قبل من كل شيء وصف البنات إذا أردتم الفيديو فأخبركم مع أحبابكم دعوني يأتيهم في كومنتركم لكي يفرحني كثيرا وهذه البنات الأخرين كما ترى قدمتهم مع هذا اللصوص كي يأتيوا غزلان قطعت معكم لكي ترى القوام من داخل أتمنى أن يعجبكم في القناة اليوم وصف البنات هنا كي سلي فيديو ديالي خليت لكم مرحة وبسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر